أنهت البورصة المصرية تعملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع على تراجع جماعي للمؤشرات بدغوط بيعية للمتعمين العرب والأجانب سجل رأس المال السوقي مستوى 716 مليار و 500 مليون جنيه وذلك وسطة دولات بلغت نحو 5 مليارات جنيه أما على صعيد المؤشرات تراجع مؤشر EGX 30 بنسبة 41% ليغلق عند مستوى 11371 نقطة كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 51% ليغلق عند مستوى 1953 نقطة تراجع مؤشر EGX 100 بنسبة 61% ليغلق عند مستوى 241 نقطة إلى أسواق العملات حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي نحو 15 جنيه و 65 قرشا للشراء و 15 جنيه و 78 قرشا للبيع أما عن سعر اليورو فوصل سعره إلى 17 جنيه و 71 قرشا للشراء و 17 جنيه و 87 قرشا للبيع بالنسبة للسعر الاستليني وصل سعره إلى 21 جنيه و 26 قرشا للشراء و 21 جنيه و 45 قرشا للبيع أما عن أسعار العملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي نحو 4 جنيه و 26 قرشا للشراء و 4 جنيه و 29 قرشا للبيع بالنسبة للسعر الريال السعودي وصل سعره إلى 4 جنيه و 17 قرشا للشراء و 4 جنيه و 20 قرشا للبيع